كل منطقة وصلت إليها ميليشيا الحوثي زرعتها بالألغام والمتفجرات وحولتها إلى حقول موت تتربص بحياة الأبرياء هكذا صرح مدير مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن عبر مؤتمر صحفي أشار فيه إلى أن هناك مصادر عدة توثق ضحايا الألغام الحوثية ما يؤكد أن الميليشيا أوغلت في ملء المناطق التي دحرت منها بأدوات الموت كل منطقة وصلها الحوثي في اليمن زرعت بالألغام بدون أي استثناء وفي مناطق تم تطهيرها للمرة الأولى ثم زرعت للمرة الثانية ثم طهرت للمرة الثانية ثم زرعت للمرة الثانية والثالثة والآن نحن شغالين عليها مثل بعض مناطق الجوف لا يوجد اليوم في اليمن مصدر واحد يوثق ضحايا الألغام ولا يوجد مضلة واحدة يمنية توثق هذه المعلومات علما أن التوثيق لصالح اليمن المشروع تمكن من تطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر الجري وانتزع أكثر من 1400 لغم زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف المناطق وبذلك يرتفع عدد الألغام المنزوعة في شهر نوفمبر الجري إلى أكثر من 4400 من الألغام والمتفجرات والعبوات النسفة وبهذا يصل إجمالية الألغام المنزوعة منذ بداية المشروع عام 2018 حتى الآن إلى أكثر من 289 ألف لغم زرعته الميليشيا الحوثية بضرق عشوائية في الأرجاء اليمنية لحصل المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن وبعد تسجيل حالة وفاة وإصابة جراء الألغام التي خلفتها ميليشيا الحوثي في مديرية حيس قبل فرارها باشر فريق تابع لمشروع مسام مهمته الإنسانية في نزع الألغام وتطهير المناطق المحررة حديثا من حقول الموت الحوثية وانتزع عددا من الألغام والعبوات الناسفة من الخط الرئيسي الذي يربط مديرية حيس بقرية الرباط وتم تأمين الطريق وتمكين المواطنين من الخروج والتنقل بأمان إذا هناك منطق حررت حديثا وفي حاجة لفرق نزع الغاب فرقنا تتحرك فورا لهذه المناطق ولا زالت ميليشيا الحوثي تعمل على زرع متفجرات انفخخة بأصناف جديدة مختلفة عن السابق ولها مخاضر كبيرة ونتائج وخيمة بسبب الآثار التي تخلفها وعد موجود احتاثيات وخرائض تحدد مناطق وجودها سواء القديمة أو الحديثة وجميعها تشكل عائقا في الميدان أمام الفرق الهندسية التي تسابق الزمن بهدف تأمين حياة اليمنيين وتطهير أراضيهم من الألغام وتمكينهم من العودة إلى منازلهم ومزارعهم ترجمة نانسي قنقر